طيب، نيجي الليكتور 2 عندنا رقم 17 رقم 17 عايزين نحوله من الـ decimal اللي هو الأرقام بتاعتنا للباينري اللي هو نظام الكمبيوتر اللي هو اللي هيفهم اللي هي 0-1-0-0 كذا فـ decimal اللي هي أرقامنا عايزين نحولها للباينري فنيجي الرقم 17 إحنا عايزين نحول للباينري فالباينري الأساس بتاعه كان 2 فنبدأ نقسم على 2 هنقسم 17 على 2 هيطلع علينا كسر يعني لو أسانت 17 على 2 هيطلع علينا 8.5 لا انا عايز يطلع رقم صحيح فشوف الرقم اللي قبل السبعتاشر الرقم اللي قبل من سبعتاشر اللي يقبل اسم على اتنين وما يطلع عليش كسر اقرب رقم لسبعتاشر يقبل اسم على الاتنين هو الستاشر فستاشر على الاتنين فيها التمانية طب الواحد اللي في السبعتاشر ده هحطه هنا في خانة اسمها الباقي يعني سبعتاشر على الاتنين لا انا مش عايز كسر يطلع لي تمانية ونص لا انا عايز تمانية صافي فهاشوف اقل رقم بعد السبعتاشر يقبل اسمة على الاتنين اللي هو ستاشر على الاتنين والفرق ما بينه ما بين السبعتاشر واحد هحط الواحد هنا طيب تمانية على الاتنين ده يبقى الاسمة على الاتنين اه يعني مفيش باقي مفيش حاجة تتبقى معي لا يبقى حطه سفر تمانية على الاتنين يطلع عربعة فحطها هنا باستخدم القسمة المطولة الاربعة دي بتقبل اسمة على الاتنين اه مفيش باقي يبقى حطه سفر اربعة على الاتنين فيها الاتنين. الاتنين بتيبقى الاسم على الاتنين اه مفيش باقي يبقى حطه سفر. الاتنين على الاتنين فيها الواحد. واحد على الاتنين يبقى الاسمه بس فيه كسر. لما يطلع لي رقم اقل من الواحد في الخانة الاخيرة اللي هو واحد على الاتنين. في الحالة دي بضرب في نفس الرقم اللي بقسم عليه. عشان اطير الرقم. فواحد على الاتنين. هضرب في اتنين. الاتنين هطير مع الاتنين هيتبقى لنا واحد. تمام هناخد مسال تاني بعد ولو المسال ده ما تفاهمش. ب عايزين نبص الباقي اللي احنا جمعناه. الباقي ده جيت ازاي? الرقم واحد اللي فوق ده جيت ازاي? سبعتاشر على الاتنين. ده هيبديني كسرا ولا انا مش عايز كسرا. انا عايز اقرب رقم بيقبل الاسم على الاثنين. فاي اقرب رقم بيقبل الاسم على الاتنين؟ هو السupunو طيب الباقي كان من السبعتاشر واحد. فحطه هنا. تمام? الباقي ده نجمعه ازاي? هنجمعه من فوق لتحت. يعني هاخد رقم واحد ده. هحطه هنا. وصفر احطه هنا. وسفر احطه هنا. والرقم اللي فوق الواحد ده احطه هنا. فبجمع من فوق اللي لتحت. اللي تحت خلص بحطه على الشمال. واللي فوق خلص بحطه должен على اليمين. طيب. انا دلوقتي اطلع لي شوية ارقام آآ بلغة الكمبيوتر. يعني كده حولت من ال decimal للغة الكمبيوتر. تمام? انا انا اللي بحوله يعني مش الكمبيوتر نفسه. فانا عايز اتاكد. انا ممكن اعطيت. فانا عايز يعني لو جينا بصينا زي ما كنا بنقول شوية position او الخانة position هنا رقم 0 position هنا رقم 1 position 2 position 3 position 4 فاحنا قلنا عشان نجيب الweight او القيمة الbase قص الخانة او position اللي هو الbase هنا كام في الحالة دي 2 الbase هنا اللي هو 2 عشان احنا بنحول من binary ل decimal فالbase 2 قص الposition اللي هو فيه قص 0 والbase 2 قص 1 وbase 2 قص 2 وbase 2 قص 3 قص الposition بتاعه 2 قص 4 فتعالوا نبدأ نحسب 2 قص 0 ب1 1 في 1 ب1 2 قص 1 بأي رقم يطلع في 0 ب0 2 قص 2 بأي رقم يطلع في 0 ب0 2 قص 3 بأي رقم يطلع في 0 ب0 2 قص 4 ب16 16 في 1 16 فكده انا عندي 16 هنا ورقم واحد هنا اللي هي 16 زائد 1 17 كده انا تأكدت ان الرقم اللي تلعلي بالبايناري ده يعني اللي انا حاولته من decimal لبايناري ده كده رقم صحيح ليه لان انا رجعته تاني يتلعي نفس الرقم الحمد لله تعال ناخد مثال تاني عشان نفهم اكتر نيجي هناك 35 35 دي هل تقبل اسم على الاثنين لأ ليه لان انا نسمت 35 على الاثنين هتلعلي 17 ونص انا عايز رقم صحيح فايه اقرب رقم بعد اقل من 35 يقبل اسم على الاثنين هو الا 34 34 على الاثنين في السبعتاشر بس كده في يعني في واحد الباقي هنا عندي واحد لانه هو اصلا رقم 35 وانا الرقم اللي اقل منه 34 ففيه باقي واحد فحطه هنا نيجي للسبعتاشر هل السبعتاشر بتقبل اسم على الاثنين لأ هتطلعلي تمانية ونص لا انا عايز رقم صحيح ايه اقل رقم بعد السبعتاشر اقل من السبعتاشر يقبل اسم على الاثنين اللي هو ستاشر ستاشر على الاثنين فيها التمانية تبقوا الباقي هنا واحد فاكتبوا هنا تمانية على الاثنين مفيش باقي تمانية على الاثنين باربعة اربعة على الاثنين مفيش باقي باربعة على الاثنين باتنين اتنين على اتنين مفيش باقي اتنين على اتنين فيها الواحد واحد على الاتنين ده رقم اقل من الواحد الصحيح نص فبالتالي هضربه في نفس البيس او نفس الرقم واحد على الاتنين في اتنين الاتنين هتطير مع الاتنين هيتبقى لي هنا واحد هجمع الباقي ده ازاي من فوق لتحت الرقم اللي على الشمال هنا الواحد ده هحطه هنا يبقى واحد ناخد السفر ده سفر 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 واحد واحد فكده بحط اللي تحت على الشمال برمي اللي تحت كده على الشمال واللي فوق على اليمين تمام? انا جبت كده البايناري حولت من ديسمال اللي هو الارقام بتاعتنا الخمسة وتلاتين حولت البايناري اتأكد ازاي بقى او انا في الامتحان او انا بحل عادي هرجعه تاني هرجعه تاني ازاي? قلنا البيس عندنا رقم اتنين وهو الرقم الويت بيساوي بيس قص البوزيشن يعني ايه? البيس هنا رقم اتنين والبوزيشن هنا كان صفر فتبقى اتنين قص سفر هنا البيس اتنين والبوزيشن واحد فاتنين قص واحد وهكذا نحسبها هلاقي هنا الناتج خمسة وتلاتين يبقى انا كده ماشي مزبوط طيب نجي بقى لتحويل من الديسمال للأكتل احنا نحاولنا من الديسمال للبايناري دلوقتي نحاول من الديسمال للأكتل هو بنفس الطريقة بس بدل ما بنقسم على الاتنين بنقسم على التمانية ان احنا الطلوات بنحاول من هال semana اللي هو الارقام العديدية بتاعتنا. له نظام الاكتر. فانا عندي مثلا رقم ارباة وعشرين. ارباة وعشرين على اللتمانية. ارباة وعشرين على اللتمانية. مافيش باقي بي طلع علينا تلاتة. مافيش باقي. فبكتب هنا ثلاثة على التمانية. ده رقم اقل من الواحد. فبالتالي هضرب في تمانية تانية عشان التمانيتين يترونوا مع بعض. فبالتالي اللباقي عندي هيبقى تلاتة. آآ بناخد التحت نحطه على الشمال. والفوق نحطه على مين? يعني بنبدأ من فوق لتحت. فتلاتة وصفر. نمشي تمانية قص سفر. بتقلبيس هنا تمانية لان احنا بنحاول لاكتر. تمانية قص سفر في سفر بسفر. تمانية قص واحد بتمانية في تلاتة باربعة عشر. كده احنا ماشيين مزبوط. طيب ناخد مثال تاني عندنا اتنين وخمسين. اتنين وخمسين هنقسمه على التمانية. طبعا اتنين وخمسين على التمانية هيطلع علينا كسر. طلعنا ستة ونص. لأنا. لأ انا عايز اقل اقل رقم قبل الاتنين وخمسين يقبل اسمه على التمانية. فلو انا مشيت كده هلاقي ان تمانية واربعين بيقبل اسمه على التمانية. بس الباقي هنا كام? الفرق انا بدي اتنين وخمسين تمانية واربعين الباقي هو اربعة فهحط هنا الباقي طيب ستة عالتمانية الرقم ده اقل من الواحد فبالتالي هضرب في تمانية تانية عشان هطير التمانية هيتبقى لي ستة. الستة دي هخد هحطها تحت مع الاربعة. ناخد من فوق لتحت بنبدأ نحط على الشمال. وهكزا تمانية قص سفر بواحد فاربعة باربعة. تمانية قص واحد بتمانية. في ستة بتمانية واربعين. نجمعهم مع وعد يدي اتنين وخمسين كده انا اتأكدت ان الرقم صح. يعني الخطوة الاخيرة دي اللي هي تحت دي. دي خطوة تأكيدية. يعني انا جبت الرقم خلاص. يعني اتنين وخمسين دي لما حاولها الاكتر هتطلع عربعة وستين. كده خلصنا مسألة. بس انا بكمل عشان اتأكد لنا طلعته ده صح ولا لا. نجي للمسألة اللي بعده مية خمسة وتلاتين. مية خمسة وتلاتين على التمانية. هيطلع لي كسر. فانا عايز اقرب رقم اقل من مية خمسة وتلاتين يقبل اسمه على التمانية. الرقم ده هيكون مية تمانية وعشرين. مية تمانية وعشرين على التمانية فيها الستاشر فرق ما بين مية خمسة وتلاتين ومية تمانية وعشرين فرق مبينهم سبعة فده البةقية حط البقي هنا. طيب الستاشر عال 1946 آآ بتقبل اسمها عن التمانية ولا في باقي ايه? لا الستاشر تقبل اسم عالتمانية. ستاشر عالتمية فيها الاتنين. ما فيش باقي يبقى اكتب نها صف. اتنين عالتمانية ده رقم اقل من الواحد. في اتنين عالتمانية هضربوا تاني في تمانية عشان هطيارهم مع بعض. هتبقى الاتنين. هنيجي نحولهم هنا من فوق لتحت زي ما احنا قولنا 207 نمشي 8 قصة 0 يعني انا كده 135 حولتها الاكتر لتبعت 207 عشان اتأكد ان انا صح برجعها تاني ديسمال بالطريقة اللي احنا عارفينها تمام دلوقتي احنا حولنا من ديسمال لبايناري ومن ديسمال لأكتر دلوقتي عايزين نحول من بايناري لأكتر من بايناري لأكتر انا عندي دلوقتي مجموعة من الارقام اللي هي 01 ده رقم بايناري هبدأ اخد تلت ارقام تلت ارقام تلت ارقام من اليمين بداية من اليمين يعني هبدأ من اليمين هنا اخد تلت ارقام بعدين تلت ارقام ده التحويل من البايناري اللي هي لغة الماشين لانجوج اللي هي لغة الكمبيوتر لأكتر فباخد اول تلت ارقام من على اليمين اول تلت ارقام دول بمشي عليهم القواعد بتاعت البايناري اللي هي ايه اللي هي باخد اول تلت ارقام كده بمشي عليهم 2 قص 0 2 قص 1 2 قص 2 loops اتنين. الى هي ل��고س الопрос. تمام باخد التلات الرقام اللي بعدهم. بمشي عليهم نفس القاعدة. تلات ارقام الى بعدهم. بمشي عليهم نفس القاعدة. وطلع منهم ناتج 2aco0 اه بواحد. في صفر بصفر. 2aco1 تنين بواحد. في واحد باتنين. 2aco2 واربعة. في واحد واربعة. وهكزا. بطلع منهم الناتج فهيطلع من المربع الاول ستة والمربع التاني خمسة. المربع التاني اتنين بحطهم على بعض بيطلعين 256. انا كده حولت من بايناري رقم بايناري اللي هو 0 و 1 لأكتر طيب بدل ما عدت حول التحويلة اللي ممكن تبقى سخيفة عند وعدناك ممكن نحفظ الجدول ده الجدول ده في التحويلات جاهزة يعني مثلا لو جينا بصين هنا 1 1 0 نيجي نبص هنا 1 1 0 قدي ب 6 بستة فعلا 1 0 1 نيجي نبص هنا 1 0 1 قدي بخمسة بخمسة فعلا 0 1 0 0 1 0 باتنين او باتنين فعلا فده جدول جاهز في كل التحويلات لنزام الأكتر لو لاحظتم في 8 تحويلات من 0 إلى 7 اللي هو نزام الأكتر فممكن نحفظه وما نعودش نحول او لو انا عايز اتأكد في الامتحان احول انا بمزاجي بقى طيب ناخد مثال تاني عندنا نقم ده كبير شوية زي ما اتفقنا ناخد من اليمين 3 أرقام 3 أرقام ده لما بحاول من بايناري الأكتر 3 أرقام 3 أرقام 3 أرقام 3 أرقام تمام ناخد اول 3 أرقام كده نطبع عليهم القاعدة والثلاث أرقام اللي بعدهم نطبع عليهم القاعدة وهكذا وهكذا نطبع عليهم القاعدة 2 قص 0 بواحد 1 في 1 2 قص 1 ب2 2 في 1 ب2 2 قص 2 ب4 ب0 ب0 وهكذا أعود أطبق القاعد على الأربع مربعات اللي قدامي دول أو على حسب المربعات اللي عندي وهيطلع لي ناتج ناتج ده 1553 تاني بقول لو مش عايز أعود أحسب كده ممكن أستخدم الجدول ده الجدول ده كنا كاتبينه في المحاضرة والجدول ده أصلاً أنت بتقدر تعمله يعني تكتب الرقم ده وتحوله هيطلع لك سفر لو كتبت الرقم ده حولته يطلع لك واحد كتبت الرقم ده وحولته بالطريقة اللي فوق دي يطلع لك اتنين وهكذا ده جدول جاهز تعالوا نبص كده 011 دي بكام نروح هنا 011 دي بتلاتة بتلاتة فعلاً 101 نجي نبص هنا 101 بخمسة بخمسة فعلاً 101 لسه جايبنا بخمسة 001 نروح نبص هنا 001 دي بتساوي واحد اه نكتب واحد وهكذا ده بيوفر علينا طبعاً الجدول ده للنظام الاكتل اللي هو بحول تلاتات تلاتات نيجي بقى الملحوظة مهمة لو أنا عدت أخد تلات أرقام من اليمين ولقيت يعني تلات أرقام كده تلات أرقام تلات أرقام تلات أرقام لقيت إن آخر جروب نقصه رقمين أو رقم ساعتها بزود الباقي صفار بمعنى الرقم اللي عندي هو بزود في آخر جروب كده رقمين اللي هو صفار صفرين أو صفر واحد على حسب يعني أخدت الواحد أو الجروب اللي هو في تلاتة اتنين تاني جروب في تلاتة تلات جروب في تلاتة رابع جروب كان فيه هنا صفر بس أو لو فيه واحد بس بزود عليه الباقي صفار عشان أكملهم تلات يعني تلاتات تلاتات كده من آخر تمام ناخد مثال كمان الرقم اللي عندي دك اللي احنا كنا لسه بصين عليه من شوية آه هو آآ ناخد تلات أرقام تلات أرقام تلات أرقام آخر تلات آخر رقم أو آخر جروب كان فيه رقم واحد فزودت الباقي صفار ناخده منطبق عليهم القاعدة هيتطلع لي تلاتة خمسة ستة سفر أنا مش عايز أطبق القاعدة أنا عايز أعتمد الجدول طيب سفر واحد واحد أروح أبص سفر واحد واحد دي بتلاتة أكتب تلاتة واحد سفر واحد واحد سفر واحد دي بخمسة واحد واحد سفر واحد واحد سفر دي بست ثلاث تصفار بسفر فهكتبهم واحطهم على بعد كده انا حاولت من بايناري اللي هي لغة الكمبيوتر او المشين لانجوج للأكتل نومبر سيستم ناخد اخر مثال معنا عندنا رقم اا كان اخر جروب فيه فيه رقمين بس لهوا لوحد واحد اللي بالاحمر ده انا ضيفه يعني لما ااخد 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 تلات جروبات من اليمين تلات ارقام تلات ارقام تلات ارقام يتبقى اا جروب فيه رقم ناقص او رقمين ناقصين طبعا مشين فهيبقى فيه تلات ارقام ناقصة يبقى كده مش هيبقى فيه جروب اصلا اا لو فيه جروب فيه رقم واحد او رقمين ناقصين بكملهم الصفار فاخد اول مربع اطلع الناتب بتاعه تاني مربع هكذا كده عنفنا الطريقة ياما بعمله ااا يدوي ياما باخد الجدول وطبق عليه ياما او انا في الامتحان بحفظ الجدول ياما بعمل انا الجدول في الامتحان زي ما قولتلكم بتكتبوا الارقام دي وتعودوا تحولوها بالطريقة البايناري تحولوها الارقام او ممكن تحفظوا الجدول وتسهلوا على نفسك نيجي بقى للطريقة اللي بعدها اللي حاول من بايناري الهكسا ديسمال نفس الطريقة بالزبط بتاعت المرة اللي فاتت ولكن باخد من اليمين اربعة يعني بدل ما باخد من اليمين ببدأ اخد تلاتات 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 لأ انا اخد اربعات 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 فنيجي هنا الرقم ده عندي باخد منه اول اربع ارقام اول اربع ارقام بحطهم في مربع كده. وحولهم. اتنين قص صفر بواحد. في صفر بصفر. اتنين قص واحد باتنين. في واحد باتنين. وهكزا. هيطلع معي هنا الناتج المربع ده. تمانية زائد اتنين. اللي هو بعشر. والناتج ده هيطلع معي. تمانية زائد اربعة زائد واحد. هيطلع معي بطلعتاشر. لو جينا بصينا فاكرين الهكسة ديسمال كان نزام هكسة يعني كام هكسة ستة وديسمال يعني عشرة. يعني ستاشر. ايه ده? لو تفتكروا ده كان نظام فيه حروف يعني من سفر لتسعة بعدين الحرف الخانة رقم عشرة دي فيها حرف A والخانة رقم 11 حرف B والخانة رقم 12 حرف C 13 14 وهكذا فانا بتلاع لي عشرة دي معناها هعوض عنها بالA و13 معناها هعوض عنها بالD تمام خش على بعد لو انا بقى عايز احاول من الهكسا ديسمال للأكتل بعمل حاجة لطيفة جدا اول حاجة بحاول من الهكسا ديسمال للديسمال بعدين بحاول من الديسمال للأكتل تعالوا ناخد مثال عليه ادينا 1A هكسا ديسمال تعالوا نحاوله اول حاجة احنا قولنا لو راجعنا هنا عن ايه بنحاوله ديسمال بعدين اكتل فهو هنا في السؤال هيقولك حاوله لي من هكسا ديسمال لأكتل على طول بس احنا هنبقى عارفين ان فيه ايه مرحلة في النص فحاول من هكسا ديسمال هو هنا بيقول اللي حاولي من hexadecimal لأكتر. بس انا عارف نهب حاولي الاول لdecimal. فone a هاخدها من hexadecimal حاولها للdecimal. الone a دي? الهكسة هنا هو ستاشر. الاساس بتاعه ستاشر. فهحط ستاشر. والposition. الposition هنا رقم سفر. والposition هنا رقم واحد. فستاشر أس سفر بواحد فإيه اللي هي بتبقي عشرة تطلع بعشرة. والستاشر قس واحد بستاشر في واحد بستاشر. فكده ستاشر زائد عشر ستة وعشرين. كده انا حاولت من هيكزة ديسمال . نعمل جدا. تمام عايزة احوله من هيكزة ديسمال لأكثر . فأخذ النتج اللي طالع معي اللي هو ستة وعشرين احول Ter bun Six tour. هناخد الستة وعشرين دي نعملها زي ما بنعمل عادي جدا. بنعمل اسمها قسمة متضوضة. مفي emocimo retirement island آآ ستة وعشرين يعني لما بتاسم على التمانية بتطلع لك سور. فهشوف آقرب رقم yet plutôt اسم على التمانية. اللي هو اربعة وعشرين. اربعة وعشرين عالتمانية فيها التلاتة. فاكتب التلاتة هنا وهيتبقى من السبتة عشرين دي اتنين هحطه هنا. تلاتة عالتمانية ده رقم اقل من الواحد. فبالتالي هضرب في تمانية تاني عشان اطير التمانيتين مع بعض فهيتبقى لي الباقي هنا تلاتة. وهكذا يطلع هنا اكتبهم بالعكس كده تلاتة اتنين. لو عايز اتأكد طبعا بنعمل الطريقة اللي احنا ذكرناه في اول كام سلايد في الاول. طيب نيجي بقى الجزء جميل جدا. وهو ازاي بنريبريزنت او بنعرض الجرافيكس. الجرافيكس هي ايه اصلا الجرافيكس هي عبارة عن اللي هي الصور او الفيديوز او الاوديو الصوت. فامجز فيديوز اوديوز. فالامجز تعالوا نفهم الامجز او الصور بنقدر نعرضها ازاي. اول حاجة محتاجين نعرفها واللي احنا قريدي تقريبا نعرفينها ان الصور بتكون من حاجة اسمها بيكسلز او مربعات اللي هي دي كده. كل صور بيبقى عندها عدد معين من البيكسل. كل بيبقى لها لون معين. مع بعض بيكونوا لون كبير يكونوا لوحة كبيرة جدا اللي هي الصورة اللي انت بتزور يعني اللي انت شايفها دي. حتى انت لما بتيجي تسور الصورة وحشة او ببعتها على الواتساب الواتساب بيقال للكواليتي. وجيت تعمل زوم كده هتقول صاحبك ايه الصورة من باكسلة. اه اللي هو انت لو ببصيت عملت زوم كده بتلاقي ايه مربعة كده في حتة مربعة. اه هي دي البيكسل. كل ما الصورة يبقى فيها بيكسلز اكتر. ده معناها ان هي فيها الوان اكتر. ده معناها ان هي هتبقى كواليتي اعلى وبالتالي مش من باكسلة. وهكذا احنا عارفين احنا الكلام ده. فتعالوا نفهم ايه البيكسلز دي اصلا وازاي الصورة بتتعامل. البيكسل هو مربع. بحط عليه لون معين. ازاي بيلونه? زمان كانوا بيقدروا يلونه بس بلون اسود وبيض. لان ساعاتها ما كانش فيه الا صفر واحد. فكان الواحد لللون الاسود. والصفر لللون الويد. بس مفيش ما فيش الوان تاني هو يعني اسود وبيض لüman يحصد لان كان يواحد يصفر. لو جينا بصينا مسلا على الرسمة دي. الرسمة دي مسلا او التلوين ده حرفين هم متلون كده. واحد 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 الهاتات السودية كلها واحد. والبقى يكون صفار. بس دي الصورة كده. ما كانش فيه الوان اصلا لان هو اه المربع الواحد ده كان بياخد لسفر يا واحد. من الاخر كده بياخد حد ابت. تمام? لان المربع ده ياخد واحد بيت يعني اما صفر اما واحد. اه بعدين بقى هيتطور الموضوع يبقى المربع ده او البيكسل يقدر ياخد ارقام كتيرة من صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد. فبالتالي قدر استخدم الوان كتيرة. ده اللي هنعرفه في السلايد دي. اللي هو قعدوا يضيفوا بيتس اكتر للبيكسل. البيت دي اللي احنا قلنا شرحناه من شوية البيت اللي هي بتبقى اياه صفر واحد. لكل بيكسل. فخلوها بدل الوان بيت بقى تو بيت في البيكسل. تمام? فده دينا اربعة اربع الوان. اللي هما ايه? دي طبعا برا المنج بس دي معلومة عشان تفهم ايه الالوان اللي طلقت. دينا اللون ابيض. بلو جرين رد. الريد جرين بلو او اللي اختصارهم دايما اللي هتسمعوا ار جي بي لو جيت تشتري كيبورد اه جيمينج ولا ماوس ولا اه كيس جيمينج ولا حاجة يقول لك عايزة ار جي بي يعني بتنور. اه اللي هو باختصار لريد جرين بلو. اللي هما الالوان الاساسية. والويت ده الاساسي اصلا. الالوان الاساسية بتاعت كمبيوتر وتقريبا الالوان الاساسية في الرسم تقريبا. فمجرد ما زودنا بيت زيادة دينا اربع الوان. ليه? البيت فيها احتمالين. يا اما صفر يا اما واحد. كده اتنين. البيت الواحدة. ما بلق بتو بتس هيبقى اتنين قص اتنين. يدينا اربع طبعا. الحسبة دي بس عشان تفهم. بس انت مطلب تعرف. بس مجرد ان هما لما ضفوا اتنين بيتس بقى اربع كالرز. فانا بقول لك ازاي تلع اربع كالرز او اربع الوان يعني. فلما ضفوا بيتس زيادة اتنين قص اربعة. بقى ادينا ستاشر لون. وده كان تقدم هاي لساعتها. تمانية. تمانية بيتس في البيكسل الواحد في المربع الواحد. اللي احنا شفنا من شوية بيبقى فيه تمانية بيتس. تمانية بيتس دي يعني ايه? تمن ارقام سفر واحد سفر واحد وهكزا. فاتنين قص تمانية ادينا متين ستة وخمسين. الطفرة اللي بعدها ان احنا عملنا اربع وعشرين بيت. فبقى اتنين قص اربع عشرين ادينا ستاشر وتمانية من عشرة مليون لون. وده اللون الحقيقي للصورة. يعني انا مسور صورة فعلية. يعني انا مسور صورة دلوقتي. اللون اللي انا شايفه قدامي بيطلع لي هو هو اللون اللي في الصورة. زمان كان الالوان بتطلع مختلفة شوية باهتة قبلها كان بتطلع مفيش الوان خالصة ابيض وسود. دلوقتي الصورة اللي انا مسورها طلع فعلا زي الحقيقة زي ما انا شايفه. لو انا شايف اللون ده اخطر هيطلع اخضر. لو انا شايف احمر هيطلع احمر. ليه? لان عندي تنوع كبير في الالوان. عندي ستاشر وتمانية من عشرة مليون آآ لون. فده عدد كبير جدا من الالوان يعني يعيش بقى. فكده نستنتج ان كل ما زودنا بيتس ده بيزود الالوان. ليه? لانه بيدي مساحة في المربع الواحد يبقى في ارقام كتيرة فبنتالي قدر احط آآ 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 دقتها عالية من الاخر يعني. تمام. نيجي الجزء آآ الجرافيكس بس الفيديوز. الفيديوز هي عبارة عن صور متتالية. صور ورا بعض. آآ بيتقال عليها فريمز. لو انت بتلعب اللعبة يقولك اللعبة دي بلعبها على ستين اف بي اس. الاف بي اس اختصار لفريمز بير سيكند. آآ مجموع الاطارات في الثانية الواحدة. يعني مسلا. الفيديو اللي شغال ده مسلا. ده عبارة عن رسمة. كزا رسمة ورا بعض متحركين ورا بعض بسرعة جدا. فهو ده الفيديو عبارة عن صورة. بعدين صورة. بعدين صورة. بعدين صورة. فهو او تتابع من الصور ورا بعض. وكل صورة بتتسمى فريم. او اطار. فا آآ بالمعادلة هنطلع بمعادلة ان هي آآ يعني كلما الاطارات تزيد في الثانية الواحدة بيطلع على الفيديو ناعم اكتر. آآ واضح اكتر. لو انت مسلا بتفرج على يوتيوب ممكن تلاقي مسلا الجودة سبعمائة وعشرين ستين فريم. لو تفرجت عليها تحس ان الحركة سالسة اكتر. ده عشان هم زودوا عدد الاطارات في الثانية. ولو بتعلي بقى بتتفرج فور كي بس ده طبعا ما ينفعش في مصر. ما علينا. الفيديوز ممكن تبقى حجمها كبير بس بيضغطوها. آآ دلوقتي تقدر تضغط اي حاجة تقليل من حجمها عشان لو عايز تنقلها ترفع على النت وهكزا. دي معلومة معروفة يعني. فهم دلوقتي او المطورين آآ عايزين يعملوا فورمات جديدة او صيغ جديدة للفيديوز. بحيس انها تبقى اقل بحجمها اقل. طيب. خش على الاوديوز زي بنمس الاوديوز. مش هنخش في تفاصيل اوي في الاوديو انت بس عليك تعرف شوية معلومات. لان هو التفاصيل بتاعته الموجات بتاعته ايه? آآ بتتعامل برضو بالبايناري وصفر واحد. فمش عايزين نخش في تفاصيل بس عايزين نعرف ان الكمبيوترز ما تفهمش الاسوات عموما. فعشان احنا فعشان الكمبيوترز يفهموها محتاجين نحولها لديجيتل فورم او صيغة آآ رقمية من الاخر اللي هي بتبقى على شكل ويفز او موجات. الموجات دي طبعا لها طريقة لو بصيت على الصورة ممكن تفهم ان هي يعني هنا هنا مثلا واحد هنا صفر هنا واحد انا صفر. زود اتنين بيت بقى واحد واحد صفر صفر. ما تدخلش نفسك في تفاصيل زي دي. في فيديوهات على اليوتيوب لو انت عايز تعرف يعني. بس آآ المعلومات دي بسيطة في الكورس بتاعنا يعني. وطبعا تقدر تعمل تضغطها عشان تبعتها عن نت او تبعتها لصاحبك على فلاشة ولا تبعتها على الواتساب ولا كده. مثال عليه الامب تري طبعا كلنا عارفين. بس كده نكون خلاص نلاك تشيرتو. آآ نشوفك ان شاء الله في فيديو جاي. السلام عليكم.